موسيقى عزيزتي المتعلمة عزيزي المتعلم ألتقي بكم اليوم في درس من سلسلة الدروس المتلفزة في مادة التربية على المواطنة وهذا الدرس يحمل عنوان الحفاظ على الموارد الطبيعية حقوقنا وحقوق الأجيال المقبلة التخطيط لإنجاز حملة حسيسية حول ترشيد استعمال الماء الحفاظ على الغابة بداية عزيزي المتعلم نحاول أن نطلعك على أهداف التعلم المتوخات من هذه الوحدة نتعرف في البداية على أنواع الموارد الطبيعية وتشخيص وضعية استعمالها بالمغرب ثم ننتقل بعد ذلك لتحديد مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية ومبادئ التنمية المستدامة على اعتبار أنها مترابطة مع الحفاظ على هذه الموارد ثم نستخلص جميعاً بعض أليات الحفاظ على الموارد الطبيعية ودور الدولة في ذلك ونقوم في نهاية المطاف بالتخطيط لإنجاز حملة حسيسية حول ترشيد استعمال بعض الموارد الطبيعية لذلك أهب بكم عزيزي المتعلم عزيزي المتعلمة أن تحضر معكم ورقة وقلم لتتبع موضوع درسنا اليوم ولتسجيل التمرين التقويم بداية ننطلق من هذه الصورة هذه الصورة تجعلنا نطرح تساؤلاً مهماً وهو هل نحافظ فعلاً على الموارد الطبيعية؟ إذا كان هذا السؤال قد طرح من قبل فربما الإجابة تتضح لك من خلال هذه الصورة التي توضح الاستغلال البشع للغابة وتضيع تروى مهمة ومهمة جداً لاجتتات الأشجار وكذلك قطع الأشجار عملية تساهم في تخريب البيئة وفي تضيع وخضر الموارد الطبيعية ونحن ندرك جيداً أن الموارد الطبيعية هي الأساس في استمرار الحياة على سطح الأرض أنتقل بك عزيزي المتعلم لتقديم إشكالي لهذه الوحدة وانطلاقاً من الصورة التي تضحت أمامكم واعتماداً على مكتسباتنا تواجه الموارد الطبيعية خطر الاستنزاف مما يتطلب مننا الحفاظ عليها بترشيد استعمالها لتحقيق تنمية مستدامة تراعي حاجتنا وحاجات الأجيال المقبلة أتر انتباهك عزيزي المتعلم عزيزي المتعلمة إلى مسألة مهمة وهي مفاهيم نستقيها من هذا التقديم الموارد الطبيعية ماذا نقصد بالموارد الطبيعي؟ الموارد الطبيعي هي حاجات نحتاج إليها في حياتنا اليومية ومصدرها الطبيعة وهي الانتفاع البشري ينتفع منها الإنسان وتساعدها العالمنا حضرته كذلك مصطلح التنمية المستدامة مصطلح التنمية المستدامة سأترككم متشوقين لمعرفة مفهومه وماذا يعني هذا المصطلح في قادم هذه الوحدة هنا نطرح الإشكالية التي سنجيب عنها من خلال محاور الوحدة السؤال الأول ما هي أنواع الموارد الطبيعية ووضعية استعمالها بالمغرب بمعنى أننا نحدد أنواع الموارد الطبيعية ثم نتعرف على وضعية استعمالها بالمغرب هل نحافظ نحن كمغاربة على هذه الموارد الطبيعية أم أن الأمر يسير في تجاه آخر ثم سؤال آخر إن كنا لا نحافظ على الموارد الطبيعية للتو فكيف نساهم في الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية وتحقيق تنمي المستدامة لأنني قد أكون أضر بهذه الموارد الطبيعية وأنا لا أعلم أنني أضر بها ننطلق عزيزي المتعلم من تحديد أنواع الموارد الطبيعية ووضعية استعمالها بالمغرب من أبرز الموارد الطبيعية التي يستفيد منها الإنسان هناك الماء هناك الغابة هناك التربة لكن قبل ذلك نتعرف أولا على أنواع الموارد الطبيعية بالنسبة لأنواع الموارد الطبيعية فهي موارد غير متجددة والموارد غير المتجددة هي موارد معرضة للنفاذ بتزايد الاستغلال البشري والضغط السكاني الموارد الغير متجددة هي المعادن هي مصادر الطاقة الأحفورية كالبيترول والفحم والغاز الطبيعي وهي الإشارة عزيزي متعلم مواد قابلة للنفاذ يعني يوما ما سينتهي المخزون تعتمد على احتياطات لذلك نرى أن الدول المتقدمة تختزن احتياطات استراتيجية لأنها تدرك جيدا قيمة هذه المواد وخطورة نفاذها ثم هناك موارد طبيعية متجددة وهي موارد يعاد إنتاجها بكيفية طبيعية على أسس أن يكون استغلالها في حدود وطيرة تجددها مثل الموارد المائية النباتات التروة الحيوانية ثم هناك موارد طبيعية دائمة موارد لا يستطيع الإنسان استنزافها الطاقة الشمسية طاقة موارد المد والجزر ثم الطاقة الريحية والمغرب رهانه المستقبلي يعني يمشي قدما في تجاه هذه الموارد الطبيعية الدائمة وهذه الطاقة المتجددة والتي من خلالها وضعت مشاريع عملاقة مثل مشروع نور المحطة التي تتكلف بإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة والتي قام بتجينها جلالة الملك تجين العمل في محطتها الأولى انطلاقا من سنة 2016 إذن هذا بالنسبة لأنواع الموارد الطبيعية أعود الآن لوضعية استعمال الموارد الطبيعية للمغرب والتي ذكرتها قبلا بالنسبة لهذه الوضعية الماء سنرى من خلال هذه الوضعية هل نحن فعلا نحافظ على مواردنا أم أن الأمر شيء آخر بالنسبة للماء عرف استغلال المياه عفوا تراجعا ملحوظا في نصيب الفرد من هذه المادة الحيوية والأرقام ربما تبدو أرقام مخيفة لأن نصيب الفرد من الماء سنة 1950 كانت تقريبا ألفين متر مكعب انتقل في الثمانينات إلى ألف متر مكعب واليوم لا يكاد يتجاوز 500 متر مكعب من أين جاء ذلك؟ عوامل طبيعية جفاف وعوامل بشرية وهذا هو الأصعب هو التلوث التلوث لأن الجفاف عملية طبيعية ممكن أنه يكون جفاف ولكن لكي يحدث توازن يجب أن يكون هناك ترشيد في استغلال المياه لكن الجفاف مع إهضار المياه قد يؤدي بنا إلى الخصاص المائي الهيكلي الغابة أرقامها هي أيضا أرقام مخيفة على اعتبار تراجع المساحة الغابوية بالمغرب بنسبة 31 ألف هكتار سنويا مما يؤدي إلى تدهور البيئة الغابوية حيث أصبح المجال الغابوي لا يغطي سوى 12% من التراب الوطني بسبب الحرائق القطع والرعي الجائر قطع الأشجار والرعي الجائر والأكيد أن هناك الزحف العمراني الذي اكتسح مساحات مهمة من غاباتنا بالمغرب العنصر الثالث وهو التربة التربة لا يتوفر المغرب سوى على 9 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والأكيد أن ما يساهم في تقلص هذه المساحة التي تعتبر مساحة قليلة هناك انجرة في التربة هناك تعرياء وضغوطات التعمير وهي مواد أو عوامل معظمها يعني الشيء الذي يؤثر سلبا وهو النشاط البشري الغير معقلا النشاط البشري السلبي وهو الذي يؤثر في عملية استغلال الموارد الطبيعية لذلك عزيزي المتعلم فحينما نتحدث عن الماء والغابة والتربة نتحدث عن موارد مائية مهمة والدليل على ذلك قوله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي فقدان الماء لوحده يجعلنا أمام مشاكل لا حصر لها ننتقل عزيزي المتعلم إلى الخلاصة الإجمالية أن موارد طبيعية في المغرب بالأسف تعاني من تراجع وتدهور نتيجة استغلال لاعقلاني وتبدير في مختلف المجالات يعني هذا التبدير هو الذي يجعل الأمر سيزداد صعوبة مستقبلا إن لم تتخذ الإجراءات الضرورية نعالج الآن العنصر الثاني من الإشكالية العامة وهو مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية ومبادئ تنمية المستدامة إذا كانت الموارد الطبيعية بالمغرب تعاني من كل هذه المشاكل التي ذكرنا فكيف نحافظ على هذه الموارد؟ يعني ما هي مبادئ تنمية المستدامة التي تجعلنا في مأمن من أي خطر يتهدد فقدان موارد طبيعية مستقبلا مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية ينطلق من مفهوم التنمية المستدامة ارتباط وتيق بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وبين التنمية المستدامة فالتنمية المستدامة مفهوم يبرز ضرورة تلبية حاجات الحاضر من الموارد الطبيعية دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها من هذه الموارد فعلا حيث يعد الحفاظ على الموارد الطبيعية في صميم أولويات التنمية المستدامة فلا تنمية بدون الحفاظ على مواردنا الطبيعية ومبادئ هذه التنمية تتلخص فيما يلي أولا عدم التفريض في حاجات الأجيال المقبلة بتجنب ضمار والسنزاف الموارد الطبيعية عن طريق الاستعمال والاستغلال المعقلا لهذه الموارد ثم الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة جهودات البيئية في الأنشطة الحضرية يعني مثلا المصانع والمواصلات يجب أن يكون هناك أو يجب أن تحترم البرامج التي تواكب بين الاستفادة الاقتصادية من هذه المجالات وكذلك الحفاظ على البيئة في الوقت ذاته عنصر آخر أو مبدأ آخر ضمار العدلة بين سكان الحواضر وسكان الأرياف لتفادي ظاهرة الاقتضاد في المدن مثلا يعني ظاهرة الاقتضاد في المدن وإفراغ السكان أو إفراغ الأرياف من ساكنتها هذا مشكل آخر مؤثر ثم مسألة أكثر أهمية وهي تحفيز وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في اتخاذ القرارات التي تخص تنمية مجالهم وهذا يأتي طبعا من منتخبيهم في الجماعات المحلية إذن الآن نصل إلى بعض آليات الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال مجهودات الدولة ودورها في المجال القانوني والمجال التقني والمجال المؤسساتي إذن على المستوى القانوني لاحظنا أن الدولة لا تقف ساكتة أمام هضر الموارد الطبيعية أو الاستغلال غير معقل لها فهي وضعت عدة شريعات وقوانين تهم حماية البيئة ومحاربة التلوث نذكر من هذه القوانين قانون 1095 الذي تمر عليه الآن 25 سنة والذي يفرض عقوبات على كل من يلحق الضرر بالموارد المائية ثم قانون 1536 الذي صدر سنة 2016 والذي زكى هذا القانون 1095 إلا أنه أضاف مسألة مهمة وهي إشراك كل فاعلين في تدبير أو في طريقة وكيفية تدبير الموارد المائية كذلك وضعت الدولة مخططات تبنت من خلالها عدة استراتيجيات منها استراتيجية 2020 للتنمية القروية مخطط المغرب الأخضر للفلاحة البرنامج الوطني للنفايات الصلبة الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي ثم استراتيجية تدبير الموارد المائية كذلك على المستوى المؤسساتي تصغر مؤسسات الدولة على وضع مشاريع قوانين لحماية البيئة وتنفيذ هذه القوانين وكذلك يظهر هذا من خلال دور أو من خلال تكاتف جهود عدد من المؤسسات الحكومية منها وزارة التربية الوطنية ووزارة الاتصال كذلك هناك مؤسسات مثل المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يصدر تقاريره في شأن الوضع المائي بالمغرب ثم المندوبية السامية للمياه والغابات إذن نصل الآن لتخطيط وإنجاز حملة حسيسية حول ترشيد استعمال بعض الموارد الطبيعية عزيزي المتعلم عزيزي المتعلمة أريدكم أن تنتبه جيدا إلى كيفية تخطيط وإنجاز حملة حسيسية لأن الأهم في الموضوع وهو التربية البيئية والتوعية يعني للجانب الشريعي ولا الجانب المؤسساتي ولا أي جانب آخر جانب التخطيط ولا الجانب التقني كلها جوانب يعني تكون محدودة وفعاليتها محدودة إذا لم يكن هناك تربية بيئية وتوعية بأهمية البيئة لذلك فإن هذه الحملة تتطلب منك خطوات وهي تحديد موضوع الحملة تلن نعتبر أننا نقوم بحملة للتحسيس والتوعية بأهمية ترشيد وعقلنا استعمال الموارد المائية نحدد هدفنا من هذه الحملة والفئة المستهدفة هل سنتوجه بهذه الحملة إلى تلاميذ المؤسسات أم أننا سنتوجه بهذه الحملة إلى أطفال متمدرسين أو غير متمدرسين أو فئة محاربة الأمية إذن هذه الحملة نحدد أهدفها والفئة المستهدفة ثم الوسائل التي نستعملها من خلال هذه الحملة من وسائل إشهاء يعني عن طريق الملساقات الإشهارية الإعلانات استعمال قنوات إذاعية وتلفزية ثم الشروع في إنجاز وتنفيذ هذه الحملة التي يبقى لك الاختيار عزيزي المتعلم عزيزي المتعلم ما يبقى لكم الاختيار في تحديد موضوع هذه الحملة وتستطيع مختلف الخطوات التي تابعتها عزيزي المتعلم أقول وأعيد مجدداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحافظ على البيئة دون أن تكون هناك توعية دون أن يكون هناك حس وطني ينبع منا ويجعلنا نخاف على مكتسبات وطننا المغرب لذلك وفي نهاية هذا العمل لا بأس من أن نذكر بأن الحفاظ على الموارد الطبيعية يقتضي عدم استغلالها بشكل غير معقلاً وترشيد استعمالها حتى تبقى صالحة للأجيال المقبلة وفي نهاية هذه الوحدة أقدم لك عزيزي المتعلم وأقدم لك عزيزتي المتعلمة تمريناً تقويمياً هذا التمرين ستحاول من خلاله اختبار ما اكتسبته خلال هذه الحصة التي أتمنى أن أكون قد وفيت لك فيها عدة أشياء إذن التمرين يقول الآن استعمل ورقتك وقلمك انطلاقاً من الوطائق التي يتضمنها الكتاب المدرسي الذي تشتغل عليه واعتماداً على ما درست أكتب موضوعاً مقالياً تبرز من خلاله وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب ثم دور الدولة في الحفاظ على هذه الموارد واقترحي حلولاً مناسبة لضمان استمراريتها أشكركم عزيزتي المتعلمة عزيزي المتعلم في نهاية هذه الوحدة وأتمنى من الله العلي القدير أن ألقاكم في فرصة قادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر